السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد اللي حنتعرفوا فيها على طريقة ادراج جداول في برنامج المايكروسوفت اوفيس باوربوينت ادراج جداول في الباوربوينت في العادة ممكن ما نحتاجه لاش شي هلبه كجدول لان احنا في العادة امتح يكونوا عندنا جداول حنمشوا للإكزل حنتعرفوا على الشي هذا لكن من الباوربوينت نفسه يعني امتحنا عندنا جدول حابين نضيفه لكن فيها عمليات حسابية مش لازم نقعد ونحسب فيهم بقالة حاسبة او بدماغنا حتى نضيفهم في الباوربوينت لا نقدروا نضيفه جدول بكل مزايا ولوحة تحكم الاكزل داخل برنامج المايكروسوفت اوفيس باوربوينت والجداول العادية نقدروا نديرها بكل بساطة حنتعرف على طريقة الاضافة كيف اول شي خلونا نضيفه او خلونا نستخدمه مثلا نفس السلايد او نفس السلايد او نفس السلايد او البيج هذي في البرزنتيشن اللي احنا قاعدين نتعلموا فيه في الدروس مقايمة ادراج مقايمة ادراج نلقو خيار جدول او جداول نضغط عليه هيعطينا الخيار هذا طبعا نفس الشي في برنامج ميكروسوفت اوفيس باوربوينت 2013-2016 او النسخة اللي شبيهها بالنسخة هذي اللي انا حاليا نستخدم فيها اللي هي الاباوربوينت 365 كلها بنفس المواصفات عندنا ام تنختاره جدول هيعطينا الخيار هذا بالنسبة للخلايا او الجداول او الخلايا الموجودة هي للجدول هذي تعطينا خيارات لعدد الصفوف وعدد الاعمدة في الجدول اللي احنا نبهوه يعني مثلا انا نبيه ثلاثة صفوف وثلاثة اعمدة نختار الخيار هذا طبعا نقدر نوسع عرض او قلة عرض العمود وبردو الصف ان هو عريض هلبة او مش عريض هلبة نقدر نختارها الخيار هذا لكن مثلا لو نشوفوا الخيارات اللي موجودة للجداول هنا ممكن تكون محدودة ممكن انا نبيه ثلاثة يعني كون في صفين وفي هلبة اعمدة اوكي اعطيني اقصى حد ٨ بقيدة انا نبي اكتر نقدر نضيف ٨ نجي على الجدول كليك يمين نقدر نلقى بعد ما ندير كليك يمين على الجدول نقدر هنا من الجدول هذا انا ينبي نكبرها اكتر فانا حاليا نضفته كيف حنزيد اا حنزيد مثلا صفوف او اعمدة اكتر او خلي خلينا نقوله نسموه كوستوم او اضافة حسب ما احنا نبوه نجو من ادراج من جدول ما نختاروش من من هما نجو لادراج جدول بكل بساطة كلمة ادراج جدول يعطينا هو عدد صفوف اللي احنا نبوه وعدد الاعمدة احنا نبوه زوز اعمدة نكتبو زوز ونجو لي عدد صفوف نضيفه مثلا احنا نبوه اتناش نديروه اوكي حاليا اعطيهونا زوز اعمدة و اتناش صف زي ما احنا نبوه بالزبط الحاجة المميزة هلبة واللي احنا حاليا بنركز عليها في الفكرة في فكرة اضافة رجداول يعني ممكن اين حد يقدر يضيف جدول بشكل مش صعب هلبة يعني مش مش طريقة معقدة انه بش يزير بش بس يعني يجي لجدول يختار العدد الاعمدة وعدد صفوف للجدول من من العرض اللي موجود هنا او البرو فيو الموجود هنا اذا هو عجبة اذا يبيه كوستم اكتر يقدر يجي لادراج جدول بكل بساطة الحاجتين اللي فيهم فكرة او الحاجة اللي ما زالت لنفاها فكرة هلبة هي الاخيرة لكن اللي نوعا ما هي رسم جدول في رسم جدول نقدروا نرسم الجدول عرضة وارتفاعة زي ما احنا نبو زي ما احنا نبو حرفيا بزبط وبمجرد ما نضيفوه حيرفعنا لقائمة تصميم او ونقدروا من خلالها نجو لي رسم جدول ونضيفه مثلا حتى جدول تاني بكل بساطة او نضيروا مثلا يعني جدول داخل جدول او نقدروا نستخدموها نفسها باش نضيروا مثلا عدد صفوف او عدد اعمدة يعني نجو نرسموا باها هنا عمود 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 بالعرض والطول اللي احنا نبوهم وحتى بعد ننضيفوهم نقدروا نغيروا طولهم او عرضهم الحاجة اللي فيها اكتر جو او اكتر اه شي مريح ممكن عدد كبير من الاشخاص ما يعرفو الشي ان احنا نقدروا نضيفه جدول اكزل في برنامج ميكشوفت افس بوربوينت نجو لادراج جدول نلقو خيار جدول بيانات اكزل بمجرد ما نضيفوه حيضيفونا جدول اكزل صغير او صغير لو تلاحظوا ان حاليا انا وكأن نفاتح او نستخدم في برنامج الاكزل بكل الخيارات نتاعه ادراج تخطيط صيغ بيانات مراجعة عرض تعليمات يعني وكأن برنامج الاكزل كامل لكن هو في الباوربوينت يعني هو في برنامج الباوربوينت فنجو نكبروه مثلا نقدروا ناخد مجدول عادي نقدروا نخليوه مثلا على كوبراسلايد اذا ننبوها على كوبراسلايد اذا لا نستخدمه عادي جدا نقدروا نضيفه مثلا ارقام علاش حروف اذا حروف طبعا نستخدمه جدول الباوربوينت طول لكن احنا غالبا نحتاجه ان احنا نضيفه الجدول هادا متاع الاكزل داخل البرنامج البرنامج ما اكشوفت افس بوربوينت ام تيكون في حسابات او ارقام وبرنامج الباوربوينت ما اعطيناش صلاحية او او ميزة ان هو يديرنا عملية حسابية للجداول يعني اعطينا جداول للبيانات النصية الخاصة بنا لكن طول ما انهي فيها ارقام احنا محتاجين يمشوا للاكزل حتى يحسبها لنا اوتوماتيكيا هذا في حالة ان احنا حد يحسبها لنا محتاجين حد يحسبها لنا في حالة ان احنا نبو نكتبها وهي قرد محسوبة نستخدمه حد يجدوا الباوربوينت لكن احنا نستخدمه الاكزل في حالة ان احنا محتاجين حد يحسب لنا القيمة متاعنا مثلا هيكي اكنا نستخدم وكأنا نستخدم في برنامج المايكروسافت اكزل المايكروسافت اوفيس اكزل طبعا اي حد ما عنداش شي هلبة خبرة فيه تقدروا تشوفوا سلسلة تعلم مايكروسافت الاكزل بالعربي برضو سلسلة كاملة فها هلبة دروس او العديد من دروس حول البرنامج تقدروا تشوفوها وان شاء الله تستفيدوا بس بكل سرعة توا كيف نقدروا نحسبوهم مثلا نبو الجمع متاع كل خليتين اللي هما في صف واحد يعطينا في العمود الثالث اللي هو C الخلية الثالثة هدي الجمع متاحهم نقدروا نحددوهم من هنا نقدروا نلقوهم جمعة القائي يكتبهم من متحتهم في الرابع او نقدروا نحددوهم مثلا هيكي يحسبهون نفسي يعني اللي نحددوها الفاضي الرابعة او تالتة حرفيا اللي حددوها الفاضية التالتة هي اللي هيكتبنا في هالناتج فحسب لنا الناتج انتحاد الزوز ونقدر نحسبه الناتج مثلا هادو الزوز الناتج انتحاد الزوز وناتج انتحاد الزوز وناتج انتحاد الزوز ان شاء الله تكونوا استفدتوا استمتعتوا بدرس هذا وكان بسيط بالنسبة ليكم بس اسف قبل ما ننهي نقدر بمجرد ما نديروا كليك احنا في فراغ في السلايد حرجعنا للبووربوينت ويعطينا الجدول بدون ما يبين انه هو تم خدمه بالإكسل طبعا هو جا هيكي الان احنا اخترنا الجدول كبير وخلينا بيناتها فاضية هيكي نقدر نستفيدوا منه ان شاء الله تكونوا استفدتوا بدرس هذا وستمدعتم به وكان بسيط بالنسبة ليكم وعجبتكم الفكرة او ميزة ان احنا نضيفه جدول اكسل داخل برنامج ميكورسوفت اوفيس باوربوينت او فكرة اضافة جدول كوستوم او فكرة اضافة جدول بالرسم يعني احنا نرسموه بطوله وعرضه وعدد صفوف وعدد اعمدة وطولهم وعرضهم حسب ما احنا ينبو او فكرة ان احنا نضيفه جدول حسب الخيارات اللي موجودة عندنا ولي ممكن اغلبكم تعرفوها او بعض منكم ربا ما يعرفها ان شاء الله موافقين جميعا ونتلاقوا في درس القادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته